فأنت عم تشوف أنه العدالة العاطفية مش عم تحقق مع هالشخص ولأ ممكن يكون هو عم يحاول أنه هالشخص ممكن يكون عم يحاول أنه يكون متوازن ولكن انت على الصعيد العاطفي عم تحس أنه أنت اللي عم تعطي أكتر من هالشخص أو أنت عندك مشاعر بعطي أكتر من هالشخص بالنسبة لخطوتك في المستقبل أشيك أن تحاول في عندك كثير سبتات وفي عندك جستسكاو، بلاوويز في عندك كثير كروت بترمز إلى أنه أنت عند تبحث عن التوازن أو أنت أو الطرف الآخر محطوط بمطرح أنه في عندك لازم تختار بين شيئين وعم شوف أنت وطاقتكم المشترك حالياً الأمور بينكم أو متوقفة أو ما في حكي ما في حركة بالعلاقة ما في أنرجي أو طاقة عم تتحرك أنت خطوتك في المستقبل عم شوفك بدك بداية جديدة ممكن تكون مع هالشخص ممكن تكون بداية فقط جديدة مع شخص آخر أو حتى سمل أو حتى ما بدك تفوت بعلاقة من البعض منكم لأنه أنت عم تبحث عن عم تبحث عن التنبرانس عم تبحث عن الشفاء عم تبحث أنك تدعي حالك وتشافي حالك من الموقف اللي أنت فيه عم تبحث أيضاً على علاقك وفيها التوازن بالأخذ بالعطاء ولكن هنشوفك بالمستقبل طاقتك كتير مختلفة عن بداية القراءة عن طاقتك الحالية حالياً أنت ممكن تكون بوضع شوية محبط عاطفياً ولكن في المستقبل في عندك أو عندك قفاء الأكتر أو نظرتك حتكون إيجابية أكتر حتى ممكن تنور بمرحلة مثل التنوير في حياتك وبالفترة القادمة رح تنور بمرحلة من التنوير أرا شوفك أيضاً تحاول تاخد الأمور ببساطة بالمستقبل رح تحاول تكون بيبلوماسي أكتر أو تتفهم وضع الطرف الآخر أكتر أنا عم شوفك يعني عم تترك نتيجة مثل نتيجة بالنسبة لخطوات حبيبك كلمة المستقبل حبيبك في عنده شغل كتير أو شخصاً عنده تعلمه في عنده شغل كتير سولورك أو شغل روحاني على حاله يعني هالشخص متناقض جداً بنفسه، بنجوع متناقض عم يمر بكونفلكت أو عم يمر بصراع داخلي ومشان هيك بيعكس على العلاقة بتصرفاتها لأنه يعني حاول يجمع أكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تساعده في اختيار قرار يكون عادل هالشخص ما بيحب الوضع اللي هو فيه حالياً هو يعني مش مش ليته إنه يكون متقلب المزاج ولكن هو من الجوع بيحتاج إلى شغل بيحتاج إلى الجلسة مع الذات ممكننا نحكي لحتى يفهم هو وضع شو هو شو بيريد ولحتى يعرف حل الصراع الداخلي اللي هو عم يمر فيه مشان ما يعكس هالشي على العلاقة ولكن عم شوفكم إنتوا بالمستقبل يعني عم شوف إنت الشخص اللي نشارك أكبر بالعلاقة من هو هو شخص ممكن يكون بالغالبية بوجوه هوائي لأنه شخص بيحب يحلل الأمور بطريقة منطقية ممكن تكون منطقية زيادة عن اللزوم أو أكتر مما برج السرطان بيحب ممكن أنت بدك من ردة فعل من اللحية العاطفية عم شوف أغلب كروتك عاطفية وأغلب كروتو منطق أو عقلية فهالشخص عادة بيقترب للأمور بطريقة تحليلية وكأنه يعني عم يحل يسألة أو عم يحاول يفهم مشكلة أو شي معين بعكسك أنت، أنت قراراتك اللي بتاخدها وبتكون مبنية على العواطف على أنت شو بتحس من جوا ممكن يكون الوضع بالنسبة لإلك مش كتير منطقي مثل ما هو هالشخص بيحل الأمور أو بيفكر بيها الطريقة عم شوف أيضاً طاقتكم من المشتركة فيه رح يكون فيه هدوء بينكم مش رح يكون فيه حكي كتير في الطاقة بينكم مستانونت ولكن عم شوف إنه هو اللي أكتر بيحاول يتقص أخبارك أو يعرف العلومات عنك أكتر منك أنت مشوفك أنت مركز على روحانياتك أكتر على حالك أكتر، على شغلك أكتر يعني على تطوير ذاتك أكتر مما هالشخص مركز على أنه يفهمك أكتر أو يفهم شو الغلط اللي صار بالعلاقة أو ليش صار هيك؟ بما نصحب الكوت التوضيحياً شوف هالشخص شو هو الإشي اللي هو بصراع بأمره ممكن يكون شخصان، ممكن يكون علاقتك إنت معه وطريقة شغله أو إش مثل هك بس بدنا نوضح شو هو الشي اللي هو من الجوة داخلياً عم يمر بصراع من أجنون طيب فهالشخص حالياً بفترة أو بده ويدخل بفترة هدمة أو عن يبحث على نوع من الخلق أو الغزلين حتى يفهم وضعه أكتر ولكن الشخص هيداً متناقض بجوة حالياً أو الشي اللي هو يعني من دايقه أو مش عارف يوجد له الحل هو إنه بعتقد هالشخص ما بيعرف يتصرف مع مشاعره أو عم يحاول يحلل مشاعره أو يوجد تفسير منطقي للمشاعر اللي هو بيحس فيها قد الغالبية البرج اللي أنت عم تتعهل معه برج هوائي لإنه يعني المشاعر عادةً ما بتتحلل ما بتنفهم هني بتنحس فقط ولكن هالشخص عم يحاول إنه يفسرها إنه ليش أنا عم أحس هيك ليش عم أحس إنه هالشخص هو شريك حياتي هالشخص هو سورميت ليش أنا بدي أقدم لهالشخص عرض حب ولكن يعني مسبب له صعوع داخلي أكتر مما هو خارجي هالشخص عنده صعوبة جدا بالتعبير عن شو هو بيحس بالذات إذا كانت يعني إشي بتخص المشاعر هو بيحب يظهر بصورة شخص كتير متوازن شخص كتير مش إكسترين أو ما بيميل لأي كف أو لأي جهة ولكن من جوه مشاعر وفياضة ولكن صعب عليه إنه يعبرها أو يحكي فيها طيب بدنا نشوف بالمستقبل هل رح يصير فيه بينكم تواصل لأنه من بين الوضع والغالبية منكم فيه سكون فيه هدوء ما نشوف فيه مشاحنات أو فيه مشاكل صارت بينكم لكن فيه انقطاع بالتواصل طبنا نشوف هل رح يصير فيه تواصل بينكم انتوا لكمان بالمستقبل رح توصلوا إلى فيه عندكم شغل رح يصير بالمستقبل شغل بالعلاقة بالاستمرارية العلاقة بالارتباط بالعلاقة عمشوف أيضا فيه طرف منكم إذا كان فيه بينكم صراع على السلطة بالسابق فيه طرف منكم هو اللي رح ياخد زمين الأمور بالعلاقة ما بعرف مين رح يكون الطرف ولكن فيه طرف رح ياخد هو زمين الأمور بالعلاقة عمشوف فيه مجهود رح ينحط كتير عالي برغم انه هالكارت بيرمز حينا عن مجهود بنحط ولكن ما بيعود بالنتيجة اللي عندها بتذكيها ولكن المجهود اللي رح ينحط يعني الوضع هو اللي يستقبل بيحكي انه بيتطلب منكم صبر كتير عالي إذا انتو الاثنين ان تطنحوا الى تحقيق اسة او الى تحقيق اساسات صالحة بحق العلاقة او اشي مستدلين الى المستقبل سواء كان علاقة جدية سواء كان خطوبة سواء كان زواج ولكن امشوف انه بالمستقبل المدرة بينكم متمركزة اكتر على الصورة الاكبر والعلاقة مش على التفاصيل الصغيرة اللي عم بتصير ولكن هي على الصورة الاكبر بالمستقبل فيه شغل كتير بينكم لازم يصير ومشوف انه فيه مجهود عالي بده يصير من الطرفين وانه هالطاقة طاقة مشتركة بينكم من الطرفين فيه مجهود عالي لازم يصير ولكن متل او العلاقة يعني انك تبدأ علاقة شيء انك تخلي العلاقة دون شيء اخر فا اي علاقة انت بتتمح ان ندخلها الى المدى الوغيد او انك تكون مستقبل مع هالشخص لازم يكون فيها مجهود ما بتكون عادة سمود او الطريق ما بيكون عادة سهل ولكن كلا الطرفين مستعد لانه يحط مجهود في العلاقة طيب بتوقع هدا كل الشي نقشنا ما فيه اي اشي مش واضح انه لانه حكينا هل رح يكون فيه تواصل بينك وبانه هالشخص مش واضح هون انه فيه communication او تواصل حرفيا بينكم ولكن نشوف انه سواء حكيتوا مع بعض او ما حكيتوا مع بعضهم شوف انه انت عم تشتغل على حالك وهو اوضن عم يشتغل على حاله بطريقة بطريقة مختلفة لانه انت عم تحاول تسلح من حالك يعني اشياء و هو عم يحاول يسلح من حاله اشياء انت عم تحاول تتشافه وتطور حالك و هو عم يحاول انه اه يفهم مشاعره اكتر او يفهم اه او يستوعب انه انه عادي يبين او يظهر مشاعره انه شخص كتون جدا الشخص اللي هم تتعامل معه فعنشوف انه سواء حكيتهم مع بعض او ما حكيتهم مع بعض اه المجهود موجودهم و انه في عندكم مفهومة للصورة الاكبر اللي بدكم تحقوها مع بعض بس هو حتى اذا ما صار في تواصل في عندكم اي توفوانز هالكاتب يحكي على تواصل سريع فهالشخص ممكن الشي اللي متناقض بامه ايضا هو انه بده يحكي معك ولكن الامور مش كتير تسمح انه يحكي معك هو متناقض بده يعترف لك حتى بانه يحبك او في مشاعر اتجاهك ولكن صعب عليه انه يعبر ف بتوقع هالشخص بيحتاج الى انه يوجد نوع من الشجاعة جواته واللي هي نبين انه رح توجد لانه طاقة كتير ضامنة طاقة كتير مهمنة فعم شوف انه هو في عنده زي يعني ستاند او وقفة معينة او موقف معين رح ياخذ مني الوضع لانه هو اللي يتقدم ويحكي معك الزات لو لو انت اماءات برج السرطان وهو رجل يعني اوكي حبابي برج السرطان قم بتونا القراءتكم فعبتكم وحبيتوها اذا حبيتو الوديو لا تنسوا تحطونا موسيقى